أهلا بيكم في مامي ماركت النهاردة هنتكلم عن إزاي أشتري نوع درة يكون صحي وإزاي أعمل فشار بطريقة صحية أول حاجة وإحنا بنشتري الدرة سواء الدرة الطري أو الدرة الصلب لازم يكون مكتوب على العلبة الكلمة دي Non-GMO وNon-GMO دي معناها إن محصول الدرة ده غير معدل وراسيا إحنا عارفين قد إيه المحصيل المعدلة والراسية المؤذية جدا للإنسان فالأحسن والأفضل إن أنا أجيب نوع مكتوب عليه الكلمة دي Non-GMO طيب إزاي بقى أعمل فشار بطريقة صحية؟ إن أنا بجيب حلة وبحط فيها زيت جوز الهند واستنى لغاية لما يسخن شوية وبعد كده بحط الدرة لغاية لما يتعامل فشار وبعد كده بحط عليه ملح هملاية طعمه حلو جدا أحلى كمان من اللي بتعامل بالزيت العادي جربوه هيعجبكو قوي ترجمة نانسي قنقر